شركة أصول الاستثمار أمانة يعني هذه النقلة النوعية اللي الحمد لله اللي حصلنا عليها بنتائج يعني أنا جدا ممتازة نتكلم من خسارة قيمتها 583 ألف دينار بحدود ثلاث فلوس خسارة بـ 2010 إلى ربح تكلم على 178 ألف دينار فلس واحد ربح توقع وهذا طبعا يعتبر دسمة نمو تعتبر 130% تقريبا كإنجاز عن 2010 فأتوقع جدا النتائج جيدة ومشرفة لنا وأمانة يعني الأمور اللي مرينا فيها كشركة استثمارية أو شركات الأخرى خاصة بقطاع الاستثمار بصورة خاصة أمور جدا صعبة في الفترة الثلاث سنوات السابقة ولكن والله الحمد يعني حصلنا على نتائج جيدة بجهود العاملين عندنا بالشركة وبتطبيق الاستراتيجية اللي احنا كنا نطمح بتطبيقها وإنجازها هل تغير نموذج العامل بالنسبة للشركة لأنك تحوطات زائدة طبعا احنا طبعا بلا شك خلال الثلاث سنوات السابقة طبعا تبعنا سياسة تحوطية منها أخذ مخصصات وصلنا بأخذ مخصصات إلى قيمة بصورة مخصصات إلى 14 مليون دينار كويتي وهذه المخصصات بهذه القيمة بمقارنة برأس المال اللي عندنا احنا 18 مليون 870 يعتبر جدا أمور تحوطية نتوقع الأفضل هناك كذلك هل أنتم استطعتم تخفيض المديونية أيضا خلال العامات المخصصات؟ أحنا المديونية من العام تكلم على 33% من 33% إلى إجمال حقوق المساهمين إلى 20% وهذا يعتبر جدا إنجاز رائع بتخفيض هذه الديون ونتوقع بتسكير هذه الديون كلها في أواخر 2013 شاء الله حينما يقفل باب الديون في نهاية 2013 ساعتها يمكن أن نقول أن شركة ممكن يتوزع أرباح على المساهمين المساهمة هذا نعمل فيه صح كلامك نفك المخصصات كده؟ المخصصات هذه الأمور فيه قضايا مع أطراف كثيرة بأي قضية نحن أورادي طبعا كسمنا أحكام عليهم يبقى عاد مثل ما تقول ترجمتها بأرض الواقع والحصول على مردود الأحكام هذه كل حكم يصدر لنا ومبالغ يدخل لنا راح يعتبر طبعا على طول راح ينحكس ربح لنا إلى جانب عندنا طبعا كذلك عندنا في 2011 في نمو كبير ومثمر من ناحية محفظتنا الاستثمارية في سوق الكويت الأوراق المالية من حيث احنا طبعا اختيارنا الأسهم التشغيلية وذات العوائد اللي على أساس تنصب على الإنكم اللي عندنا بالشركة المحفظة في حدود كام تاريبا؟ حدود الأربع مليون كويتي طبعا هذه المحفظة يعني أعيد وأقول أنها بالعكس تم تطويرها ونموها والله الحمد وتستهدف الأسهم والشركات التشغيلية هل هناك إرادات جيدة بالنسبة للمحفظة في عام 2011؟ وهم أنه كان عام صعب أيضا على السوق لا بالضبط وبالعكس وانحكس علينا هم كذلك بالربع الأول ربع الأول ولا الحمد هم كذلك طلعنا نتائج جدا ممتازة مقارنة بالعام وهذا كذلك هم كذلك من عكاس المحفظة اللي عندنا الاستثمارية والعوائد اللي عليها فهذه الأمور بالأكس تبشر بخير حق الشركة إن شاء الله ويعني إن شاء الله نقبل المستقبل القريب إن شاء الله إنه نوصل إلى الربحية أفضل من الربحية هذه